الأعمال نوعان الأول عبادات محضة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن فحرام أن يراد بها الدنيا الثاني أعمال ليست عبادة محضة فيؤجر إن أراد بها الآخرة وإذا نوى الدنيا فقط فليس له أجر في الآخرة وإن أراد الآخرة وأراد الدنيا أيضا فلا يأثم ولكن يفوته من الأجر ما يفوته بسبب التشريك في النية بين الدنيا والآخرة كالتجارة والزواج والبناء والزراعة والصناعة